السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بالسابقين في حلقات السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم آمين النهاردة الحلقة رقم 18 والأيام عمالة بتجري وكل سلام الطيبين يعني دخل رمضان من أيام وهيودع بعد أيام والرابح وفيه من رابح والخاصر وفيه من خسر وهي دي الدنيا كلها الإنسان بيدخل من باب ويخرج من باب تاني ومحدش عارف مين اللي فائز ومين اللي خسران لكن نسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين اللهم آمين جماعة محتاجين أن احنا نغتلم والله كل لحظة في حياتنا قبل ما نندم على هذه اللحظات وهي بتمر من حياتنا قبل ما نندم ونلاقي نفسنا مرة واحدة يعني يوقفين بين دي الله سبحانه وتعالى حتى نسأل عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يواضر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا رد عليهم وقال إيه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا كنا بنتكلم حبيبنا وإخواننا وأبائنا وأماتنا وأخواتنا كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتف يعني علوة همة الصبيان وإحنا بنفكر ليه الصبيان علشان نقول يا جماعة إحنا يعني إذا كان دي علوة همة الصبيان أمال إحنا فين إحنا بنعمل إيه إيه اللي قدمناه عشان بس يعني نتحفز شوية ونتحمس إن إحنا نخطو خطوات يعني لخدمة هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى المثال الجميل اللي عادينا نفكره نهاردة ونبدأ به نهاردة إن شاء الله طفل صغير كان أحد الملوك في بلاد الكفار كان نفسه هو يقضي على الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس بلاد الأندلس حكمت بالإسلام 8 كرون 800 سنة لم تغيب أو لم تغيب شمس الإسلام عن بلاد الأندلس 800 سنة 8 كرون كيف كان القضاء على الخلافة في بلاد الأندلس شيء عجيب جدا يعني في يوم الآيام أحد ملوك البلاد العداء يعني وكده بعت جاسوس من الجواسيس لبلاد الأندلس عشان يعرف أحوال البلاد عملة إزاي يعني أغبار العدة والعتاد العدة والعتاد والسلاح والرجال عايز أغبارهم إيه عشان يعرف لما يجي يخش يغزوا البلاد ديت محتاج إيه بالضبط يعملون فالمهم أرسل جاسوس الجاسوس أول ما دخل البلد بتاع بلاد الأندلس أول ما دخل مباشرة وجد صبي صغير جدا جدا جالس تحت شجرة عمال بيبكي انت لما تشوف عائل صغير بيبكي تحت شجرة إيه اللي يخطر على بالك؟ على طول يما حد يخد اللعبة بتاعته يما حد يخد من فلوسه يما هو نفسه في شوكولاتة نفسه في فنضان في أي حاجة يعني عائل صغير يعني فإيه اللي حصل؟ فسأله ما الذي يبكيك يا ابنية؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فرح بصصه الطفل كده يعني إيه؟ بشمئزاز أو بشمئناط المهم يعني فكان أرفض بينه يعني متداق فبيقول له سبحان الله وهل خلقنا من أجل اللعب؟ ده يعني ده طفل صغير يعني وهل خلقنا من أجل اللعب؟ قال إذن فعلام البكاء قال أبكي لأنني أنا الذي تعودت أن أضرب عصفوريني بسهم واحد واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد فراجل لما لقى كده فضربها في دماغه يعني قال لك إذا كان ده حال الصبيان أمالي الرجال اللي جواب يبقى شكلهم عمل إيه؟ فقال لك نحترم نفسنا والنم العدة ونروح فرح قال للملك قاله لا تحاول أن تدخل تلك البلاد إلا إذا دخلت عليهم المعاصي وفرطوا وابتعدوا عن شرع الله فهنا تستطيع أن تخزوهم وبالفعل جاء من جاء بعد ذلك من بني العباس وأفتاهم بحل الخمور من لقيعة طمر وبحل الغناء والموسيقى فسمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعوا في الزنا وضاعت الأمة أو ضاعت كثير من الأمة فدخلوا بعد ذلك وقضوا على الخلافة في بلاد الأندلس سبحانه الملك شاهدوا موقف الطفل الصغير ده طفل صغير بيقول له وهل خلقنا من أجل اللعب؟ شوف قدي حال الطفل حال طفل يعني بنهدين نهاردة لرجال الأمة وهل خلقنا من أجل اللعب؟ عمرك ده كنزك الحقيقي عمرك ده كنز الحقيقي إما أن يضيع وإما أن تستثمر العمر وتجني الخير كله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم العمر ده هتحسب عليه لا تزول قدم عب من أند ربيه ومالقيمة حتى يسأل عن أربع والحديث روى ترمذي بإسناد الحسن عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به يبا إذن هتتسئل عن كل ده يبا لازم تجاهز نفسك ولذلك لما لقي الفضيل بن عياد رحمه الله ورحمة الله وسع وجد رجل غافلا عن طاعة الله بعيدا تماما فقال سبحان الله كم عمرك أغل ما بيصليش ولا عمره سجد للسجدة وطول عمره عايش كده على الشهوات والملزات قال كم عمرك عندك كم سنة قال عمري ستون سنة قال سبحان الله فإنك منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه خلاص ده أنت قربت خلاص يعني بينك وبين الموت شعر فالرجل كأن الكلمة يعني وقعت في موقع عظيم من قلبك فقال إنا لله وإنا ليه راجعون كأنه فكروا بحاجة هو كالنسيها قال إنا لله وإنا ليه راجعون فقال له الفضيل هل تعلم معنا تلك الكلمة قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه فهل أعددت للسؤال جوابا فقال رجل الفضيل ما الحيلة يرحمك الله طيب أنا غلطت ستين سنة خلاص أي أس لا ما تأس قال ما الحيلة يرحمك الله وسبحان الله العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله قال الحيلة يسيرة قال ما هي هاتها قل لي عليها هي أي بالضبط قال الحيلة يسيرة أن تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل في علاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صارحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور ورحيم وبمناسبة الآية تحضرني قصة رواها المنذرية بسند جيد أن رجلا يعني قد بلغ من الكبر عتيا رجل كبير جدا في السن يعني بشكل صعب جدا لدرجة أن حواجبه سقطت على عينين فدخل على النبي ولم يكن أسلم بعد فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا خب بالك بقى فتبسم النبي في وجه ياه طب وإيه لزوم البسمة في الوقت ده طب ما كان النبي يغضب كده ويكشر في وجهه لأنه رجل مزنب قال لك البسمة دي لها أثر عظيم جدا على قلوب العصاها إنه هو حاسس إنه هو ما ينفعش خلاص هو يعني ما ينفعش يتوب هو حاسس الدنيا كلها ظلم في وجه فبتيجي البسمة هنا بتضيء للطريق بتفتح لبا بالأمل فتبسم النبي وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات يا الله فالراجل مستغرب ومش مستوعب الموضوع وعايز أقول لي نبع سلم لا ده في حاجات أنا لسه وانتلاكش عليها قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي أنت تعرفش أنا عملت إيه ده أنا عملت بلاوة يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك فولنا الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر فما زال يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتبسم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فتحوا باب الأمل للناس ما تقفلوش الدنيا في قشوش الناس وعتيأس حدا من رحمة ربنا أنا أهدي ليك بس حديثين كده على الماشي كده بس بعد ما تصدع حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الأولين الرؤون المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال للرجل الآخر والله لا يغفر الله لك قبالك فقال جل وعلا من ذا الذي تألى يتألى عن يحلف من ذا الذي تألى علي أن أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك الحديث الثاني روى أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا فكان المجتهد والحديث روى أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين وكان أحدهما مذنبا لآخر مجتهدا فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول أقصر يعني كفاءة بقى زنوب وأقصر ديت كلمة يعني ما يرش ما ياش أسلوب دعوة يعني زي ما تكون معد على راحة نارة طوله ما تخف بقى مش كده يعني ما تتيرب بنا وده أسلوب دعوة أسلوب دعوة ده لابد أن أنت ترقق قلب الإنسان قدامك وتمهد للمسألة وتحببه فيك وتقدمه الهدية وتتألف قلبه وتطب عليه وتقبله وتقبل رأسه وتحاول تعام مع معاملة طيبة عشان يلين القلب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى إنما بالغلزة والشددية يزداد عنادا كان يمر عليه ويقول له أقصر والتاني يقول له خلني ورب انت مالك انت سيبني ربنا يعلم بالجوان مثلا يعني ففي مرة من المرات مرة عليه المجتهد فوجده مذنبا في ذنب كبير فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة قال أبو هريرة راوي الحديث يقول والله لقد قال الرجل كلمة أو بقت ضيعته يعني هاتخلي يهلك أو بقت عليه دنياه وآخرة فلما مات الاثنين دولات فاجتمع عند الله جل وعلا فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بيه عالما تكون تعرفنا أنا مش أخفر له أو مش تدخله جنة أكنت بيه عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به بالمجتهد فأدخله النار ثم أور المولى عز وجل الملئكة بأن يأخذوا هذا المذنب وأن يدخله الجنة فأوعى أوعى تيأس حد من رحمة ربنا يوم ربنا يكلمك وتبقى ملتزم أو تبقى أنت ملتزمة وتشوف أي حد عاصي أو تشوف واحد عاصية على طول نتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أجمع احنا ما تولدناش ملتحيين وحفظين الكرآن والسنة وعلماء ودعاء كلنا كنا أصحاب ذنوب ومعاصر وما زلنا أصحاب ذنوب ومعاصر هو في حد معصوم في الدنيا دي من ذا الذي ما سأقت ومن له الحسن فقط تريد مبرأا لا عيب فيه وهل نار تطير بلا دخان يعني أنت لو لو التمست إنسانا بلا ذنب خلاص لن تصاحب أحدا على رجل الأرض فكل أصحاب ذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم قاله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون تعال نشوف قصة بقى جميلة جدا جدا نتعايش معها ونختم بها اللقاء الجميل ده قصة معاذ ابن عمر ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء علوه وهمة فوق الخيال علوه وهمة يضرب بها المثل الناس كانت زعلانا لما أهل الدنمارك أو الرسام اللي كان في الدنمارك سبى النبي صلى الله عليه وسلم بقابي هو أمي ونفسي وروحي صلواته ربي وسلامه عليه لكن سبحان الملك زعلك على النبي عليه وسلم خليك عملت إيه أهو عادت تستنكر وبتعوى الدنمارك وعمل وسوى انت عملت إيه انت قربت من ربنا انت اتبعت النبي عليه السلام بتقول بحبه وبدفع عنه اتبعت سنته النبي عليه السلام أمرك بكذا عملت نفست وقد يكون اللي غضب اللي غضب عشان خطر النبي عليه السلام قد يكون أول من يخالف النبي ودي مشكلة كبيرة ان أنا غضبان وزعلان عشان النبي عليه السلام وفي نفس الاته ما بصليش وهي غضبانة وفي نفس الاته مش محجبة وزعلان عشان النبي عليه السلام هو بعقل والده وهي زعلان عشان نبع السلام وهي زعلان زوجها وهو زعلان عشان نبع السلام وفي نفس الوقت بيبهد الجرام قد تبقى لك يبقى فين بقى فين الكلام ده يبقى المفروض الانسان لما يقول انا بحب نبع السلام اتبع نبع السلام ها سبحانه الملك يعني الانسان يعني لا يدعي المحبة الا اذا كان مدعي متابع نبع السلام قال جل وعلا كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من أعظم علامات حبك لله اتباعك للرسول لله صلى الله عليه وسلم وزي قال الإمام من كثير هذين آية حاكمتنا على كل من ادعى محبة الله ولم يتبع الشارع المحمدي فهو كاذب في نفس دعوان هو بيتحك على نفسه بيتحك على نفسه لين وليش بتتبع النبي يبينين بيحب ربنا ربنا بيقول لو بتحبني اتبع النبي بتاعي صلى الله عليه وقال وسلم شاف موضوع معاذ ابن عمر بن جموح ومعاذ ابن عفراء شاف صغيرين صب يا صغير عندهم حوالي 12 سنة سمعه مجرد سمع بس كده ان ابا جهل بيسب النبي صلى الله عليه وسلم صب يا صغير ورغم ذلك لم يتحملوا كلمة تقال في حق النبي صلواته رب وسلامه عليه هو ده بقى الحب الحب العملي الحب المجرد بقى كلام كده ودخاني يطير في الهواء لا حب بجد حب النبي اتبع النبي ولا اطيق ان انا اسمع ان حد بيتكلم ربع كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم على طول في ساعتها كانت في غزوة بدر والحديث رواه البخاري والاتنين يعني بيحكي عنهم عبد الرحمن بن عوف بيقول اني لفي الصف في يوم بدر اذ نظرت حولي فوجدت نفسي بين غلامين من اغلمة الانصار المعاذ ابن عمر بن جموح ومعوث ابن عفراء قال عبد الرحمن بن عوف فلم امن بمكاني بينهما يعني ايه هيبدأ الجهاد دلوقتي ويعني احنا لما بنكون رجال وسط بعض اهو ده بيدفع عن ده وده بيدفع عن ده انما دلوقتي وسط غلامين هعمل ايه انا كده مكشوف يعني قال ايه فلم امن بمكاني وفجأة بيقول فغمزني احدهما سرا من صاحبه اللي عليمين رح قال له يا عم يا عم بحيث ان التاني ما اسمعوش قال ماذا تريد يا ابن اخي قال اتعرف ابا جهل انت عارف شكله قلت وماذا تريد من ابي جهل فقال قد سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يعني والله لئن لقيت ابا جهل لا يفارق سوادي يعني جسمي لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الاعجل منه يعني امسك فيه وعبط فيه ولا يمكن اسيبه الحد يانا يهو الموت فعبد الرحمن بن عافي بقى وصوت جدا ده بميت راجل شويتين لقى التاني بيغمزوا يا عم يا عم قال ماذا تريده يا ابن اخي قال اتعرف ابا جهل مبارك ونفس الكلام يعني قلت ملا ايو عارف قال فلما تريده يعني ماذا تريده من ابن جهل قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الاعجل منه قال فلم ارضم عنهما بديلا عبد الرحمن بن عافي كان في الاول بيلي ايه انا قاعد يعني واقف كده مش في امان يعني لا دلوقتي مش عايز ولا ميت راجل مكانهم ده هما دول احسن ميت راجل فقال فلما بدأ الجهاد رأيت ابا جهل يزور في الناس عمال بيت حركي منه شمال فقال فقلت لهما ألا تراياني هذا الرجل شايفينه اللي قدامك ده هلقوله ايوان قال هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه قال فانقضى شوف اللفظ فانقضى عليه كالسكرين فقط لا ما استحملوش في ساعتها على طول الاتنين جيروا وراءه اتناشر سنة جيروا وراءه بالسفرة حاتين مين ابو جهل ورحوا الاتنين من فرحتهم شوف يا اخي الحب يا اخي سبحان الله من فرحتهم جيروا على النبع السلام وكلاهما يقولوا انا قتلته يا رسول الله وده يقوله لا دهنا اللي قتلته يا رسول الله التاني يقوله لا انا اللي قتلته حب النبي صلى الله عليه وسلم يا طيب بخط الاتنين قال هل مسحتما سيفيكما قال لا قال هات السفين خد السفين فرأى دماء ابي جهل على السيفين فقال كلاكما قتلا انتو الاتنين قتلتون ومين اللي جاب له بقى راس ابو جهل بعد كده عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود كان ابو جهل كان يصخر منه ويسمي ايه كان عبدالله بن مسعود كان راعي غنم فكان يقوله ايه ماذا تصنع يا رويعي الغنم يعني بيصغروا للتحقير يعني فرح طالع عبدالله بن مسعود انما عسلم عايزة اطبائدني ان ابو جهل اتقتل فقال من يأتيني برأس ابو جهل فرح عبدالله بن مسعود مسك ابو جهل طلع فق صدره كان في الرمق الاخير قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روايه الغنم أخي بلك فسبحال الله فرح ابن مسعود رح نازل عليه بالسكين أو السيف ورح أطع الأبت ورح بها للنبع السلام فالنبع السلام قال آه الله الذي لا إله إلا هو هو ده أبو جهل أخي بلك يعني والله هو ده أبو جهل اللي تأتل فقال آه الله يعني هو والله فالنبع السلام قال هذا فرعون هذه الأمة شاك في موضوع موضوع معاذ ابن عمر بن الجموح ومعاذ ابن عفراء اللي اتنين يا جماعة كان لهم قصة كده غريبة جدا في قصة إسلام والد معاذ ابن عمر بن الجموح معاذ ابن عمر بن الجموح أبو اللي هو عمر بن الجموح كان كان كافرا وكان أعرج شديد العرج وده بقى يعني شوف هميته دارت ايه يعني أسلم وهو عنده شوف كم سنة ورح قاتل في غزوة بدر وقتل أبا جهل أو شارك في قتل أبي جهل ورغم ذلك برضو كان سبب إسلام والده سبب إسلام والده ده اللي بنقول بقى للشباب يعني انت التزامت الحمد للرب بن يكلمك يعني بالأسلوب الجميل ومعاملة الطيبة والابتسامة الحلوة تستطيع ان انت تكون سبب الاتزام الأم والأب وخواتك تكون برك على بيتك كله بفضل الله سبحانه وتعالى فالمهم الشيء في الموضوع ان أبوه كان اللي هو عمر بن جموح كان بيعبط صنم اسمه مناه مناه ده أصلا صنم كبير جدا جدا موجود عند الكعبة خب بالك فطبعا عمر بن جموح أعرج وهو كان ساكن بعيد عن الكعبة فيعمل إيه فبدل ما يروح الكعبة عشان يعبد مناء اللي هو الصنم الكبير فقالك لأ أنا أعمل ما كنت صغنطت كده ميني مناه خب بالك يعني إيه إله كده على ما تفرج يعني فهم إزاي ولما فإيه أبا فاضي أبا روح للإله التالي الكبير ورح عمل مناه كده صغنطت وحطوا عنده كده إيه على حتة كده عمنا زي كمودين يعني وكل يوم الصبح يقوم ويسجد لمناء ويبوس في مناء ويرقع لمناء ولما يسافر يستشير مناء ولما يجوي المهم يعني المناه ده كان كل حياته رح معاذ ابنه بقى عمل حركة جميلة جدا عشان يكون سبب إسلام والده وكانت قصة جميلة جدا جدا مش هولالك اللي بتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم معاذ بن عمر بن جموح كان هو كان أسلم في القبيلة بتاعته هو معاذ ابن الجبل ومجموعة من الشباب الصغارين جمعهم قال لهم عايزين نشوف فكرة عشان والدي يسلم والدي عدد 60 سنة وعايز يلحق يسلم قبل ما يموت المهم اتفقوا مع بعض ومن شباك البيت كده واخد بالك وراحوا إيه خطفين مناه واخدينه وعزك الله وراحوا رميينه منكسا رأسه في بئر الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها مخلفات قضاء الحاجة وكان دا كله بيرموها في البير دي فراحوا رميينه على رأسه عند البير دي صاحب الصبحية صاحب الصبحية عمر بن الجموح بيدور على الإله بتاعه ملاهوش الإله تاه الإله تخطف حادث اختطاف إله واخد بالك ايه بيدور إله فين ربنا بتاعه بقى فمزق ربنا فين ربنا ضاع فعمال يدور مش لقيه خارك في الشوارع حد شاف إله تاهي الممي يعني ايه عمر بيدور على الإله بتاعه حد شاف إله يا أولاد الحلام لحد دا مفد فين وفين بص لقاء مناكسا رأسه عندي بقى النجاسات فواسأل إله ويترمي في المكان الوحش دا فراحوا اخده وقال لئن علمت فمزاي من يفعل بك ذلك او من فعل بك ذلك لأخذيانا لانا كنت قطعه وراحوا اخده البيت ام غسله ام زبطه ام ريحه كلنا ثلاث خمسات وسبن أب وم زبطه وراح حطه تاني واحد يعبوطه اخد بلده ما بطلش يعني في اليوم التاني معاذ ابن عمر بن الجموح برضو معاذ ابن الجمل والشباب رحوا سرقين الاله ورموه في نفس المكان صبح الصبح عمر بن الجموح فين ربنا بتاعه ملقهوش خلاص بقعرف السكة بقت ايه بقى ده مشواره اليوم يعني الاله يروح يتحط في البلع ويرح يوم بلع وكذا يعني فراح جاري عن المكان وراح جايبه برضو لئن أعلم من يفعله بك ذلك والله لأخذيانا اخذ بالك ومعدين جي في الالة تالتة ربنا الهام بحاجة كده كده سبب اسلامه رح ماسك السيف بتاعه وراح حطه في رقبة الاله ده صنم بتاع مناده قاله لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك ايه اله تايوان انت اللي يعمل ما تدافع عن نفسك اعمل حاجة يعني يجي يخطفوك ويرموك ايه لو انت قاعد ما بتمش حاجة اعمل حاجة لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك فالشباب جنب الليل برضو وراحوا واخدين الصنم المناده وفراسه السيف كده واخدينه وحطينه في البئر وراحوا شايلين السيف وحطين مكانه سلسلة بكلب ميت خب بالك بقى عمر من الجموح قام الصبح ما لقاش لا الاله ولا السيف جير على المكان ما خلاص بقى بقى ده الويك اند بتاعه يقضيه ناكي فراح ايه شاف المنظر فراح لقى الاله مرمي في بتاع دي بقى النجاسات والسيف متشاله محطوط كلب ميت طبعا لو واحد بقى غيره بقى يكون متخلف ولا بتاعه يقولك ما شاء الله معجزة ما شاء الله السيف تحول لكلب ميت الله اكبر طبعا يعني يفهم زي ده الانسان يعني موخه ضايع يعني لكن الحمد لله ربنا اكرمه بان الهداية جات في اللحظة دي فمص كده الهو يتامل في البلاد ده يا ايه ده مصخرة ده ده عملي باهد اليمين وشبال ده ملطاشة ده ده فراح بصرس كده قال لي رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب فسجد في محراب التوحيد وأسلم وآمن بالله جل وعلا واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبتني جدا الحيلة الجميلة اللي عملها ابنه عشان يكون سبب في إسلام هذا الرجل هذا الرجل أسلم بعد كم سنة أسلم وكان عنده فوق الستين سنة هو أعرج شديد العرج وانتوا عارفين ان ربنا رفع تكاريف الجهاد عن ثلاثة عن الأعمى وعن الأعرج وعن المريض يعني هو ليس عليه جهاد أصلا ورغم ذلك وولاده كان عنده ستة أولاد كلهم بيجاهده في سبيل الله ومنهم ابن شرق في قتل أبي جهل ومعاذ ابن عمله بالجموع ورغم ذلك لم يكتفت عايز يخش يجاهد فين في غزوة أحد فابن يقول له يعني يا أبي احنا بمجاهد وإحنا كلنا في ميزان حسناتك وعود وبلاش يقول له أبدا فراح اشتكاهم لنبع السلام قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمر فلقد رافع الله عنك الجهاد ثم نظر النبي إلى أولاده وقال أما أنتم فدعوه سبوه فلعل الله أم يرزقه الشهادة فدخل عمر بن الجموح فقاتل فقتل فاستشهد في غزوة أحد في رواية تانية جميلة أوي إن عمر بن الجموح قال يا رسول الله إن رجل أعرج شديد العرج ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن قال أجل يا عمر فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد قتل في غزوة أحد فقال والله يا عمر لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن سليمة صحيحة الله الله شفت علوه وهمة الصبية الصغار قد إيه كان سبب في أنه يقتل أبا جهل سبب في إسلام والده سبب في استشهاد والده حاجات كثيرة جدا إن شاء الله نلتقل في الحلقة تعب بكرة إن شاء الله مع علوه وهمة النساء ثم بعد ذلك علوه وهمة الشيوخ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علوه وهمة وأن يجعلنا من الصابقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنه ترجمة نانسي قنقل اشتركوا في القناة